أصدرت الجبهة التركمانية بياناً أشارت فيه إلى قيام داعش بعدام أكثر من 200 مواطن تركماني في قضاء تلعفر وحملت الحكومة العراقية تداعيات التأخير عملية تحرير القضاء مطالبة الإسراع فيها وفتح ممرات آمنة لخروج الآلاف من المواطنين التركمان العالقين والمحتجزين المناطق التركمانية جميعاً من آمرلي بشير وغيرها حتى تلعفر موصل أكثر متضرراً هو الشعب التركماني عدداً وجغرافية كما أعرب المسؤولون التركمان عن أسفهم حيث كانت هناك فرصة لتحرير المدينة منذ البداية من قبل تركيا إلى أن التوافقات الدولية أوقفت العملية حسب قولهم فيما أكد ناشطون مدنيون التركمان أن المدينة تتعرض لإبادة جماعية حقيقية ناشط المنظمات الدولية واليونامي والحكومة العراقية لحماية التركمان من الإبادة الجماعية وإنقاذ ما توقع من أهل تلعفر من النساء والأطفال حيث يستخدمهم داعش كدروع بشرية التركمان في كاركوك عربوا عن حزنهم الشديد لما آل إليه الوضع التركماني في جميع مناطقهم مطالبين المجتمع الدولي للتدخل ما لم تتخذ الحكومة العراقية إجراءا سريعا لإيقاف نزيف الدم التركماني نحن نطالب الحكومة العراقية في بغداد التدخل الفوري لإنهاء هذه المعارك وطرد تنظيم داعش من هذه المدينة التركمانية رأينا منذ فترة أن الحكومة العراقية مقصرة في حماية مناطق التركماني لذلك طالب المجتمع الدولي بحماية مناطقنا قضاءة الأحفر هي مطقة ذات غالبية تركمانية وأن الأعماليات الوحشية التي تجد بها تكون إبادة للمجتمع التركماني وطالب بيان صادر من النائب التركماني حسن توران بضرورة إطلاق عملية تحرير تلعفر وقصف أهداف داعش داخل المدينة من أجل خلق ممرات آمنة لخروج المواطنين سوران الدودي الحرى كاركو